يا طيب لي باسم شعب العراق الترحيب بكم في بغداد السلام والتاريخ والمستقبل ومقدر لكم هذه المشاركة العزيزة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وهي المشاركة التي ينظر لها شعبنا في العراق بأنها رسالة دعم وتضامن من قبل أشقائه وجيرانه وشركائه يعقد هذا المؤتمر في ظرف تاريخي يمثل زخماً جديداً لمساء العراق بتوطيل علاقاته الخارجية على أساس التعاون والتضامن والتفاهم المشترك والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة واجه العراق خلال المرحلة السابقة تحديات كبيرة في مستويات مختلفة ولكنه قرأ خطوات واسعة لتجاوز تلك التحديات بإرادة شعبنا والحياة من أجل المستقبل من أجل المستقبل يليق به ومن مساعدة كل أخوانه وجيرانه إن العقاد هذا المؤتمر في بغداد إن العقاد هذا المؤتمر في بغداد يجسد رؤية العراق بضرورة إقامة أفضل علاقات مع دول عالم ممنية على أس التعاون والتكامل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتغليب لغة الحوار والشراكات والاحترام المتبادل تعحدنا أمام شعبنا في مثل هذه الأيام من العام الماضي مع استلام هذه الحكومة المسؤولية أن يستعراق دوره الريادي دوره الريادي الطبيعي في المنطقة من خلال استلهام مبادل الأمن والسلم والتعاون والرغبة في تعزيز المشتركات لقد توصلنا بعد سنوات طويلة من الصراعات والتحديات إلى أن دور العراق التاريخ يقمن في أن يكون أحد ركاز الاستقرار في المنطقة ووضعنا أساساً صلباً لتعريف هذا الدور يبدأ من رفض استخدام الأراضي العراقية كساحة للصراعات الإقليمية والدولية ورفض أن يكون عراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه من أي جهة كانت وأن ذلك يمثل قاعدة قاعدة لمرحلة عادة عمار ما دمرته الحروب في العراق نفترض أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال ونطبخ لأقطع شواط أكبر على مستوى عادة عمار عراقنا خصوصاً من هذه التحتية التي تعرضت إلى أضرار كبيرة منذ عقود ونطبخ لأحل المنطقة ومن كل الأصدقاء ومن كل الجيران إلى خارطة تحديث ونطبخ لأحل المنطقة ونطبخ لأحل المنطقة ونطبخ لأحل المنطقة لإستقبال الشركات الاستثمارية مع جيراننا وأصدقائنا في كل العالم ولمسنا حماسة كبيرة على مستوى رغبة الجميع في دعم هذا الاتجاه ونحترف في العراق ونحترف أن هناك بعض التحديات في مجال تسهيل الاستثمارات ولكننا نعمل من خلال الإجراءات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية لتجاوز هذا التحدي نعمل من خلال هذا المنتمر والجماعي أن نحقق الشراكات الاقتصادية الكبرى للأعمار والبناء ليكون العراق مساهماً قوياً في إنماء المنطقة من خلال التكامل الاقتصادي المسند إلى المشتركات التاريخية والجغرافية والثقافية انتصر شعب العراق على أعتد تنظيمات الإرهابية الظلامية في العص تنظيم داعش خوارج العصر وكان هذا الانتصار بمساعدة وتضامن الاشقاء والجيران والمجتمع الدولي فشكراً للجميع نعتبر القضاء على هذا التنظيم تنظيم داعش وانتصار لشعوب المنطقة والإنسانية جمعاء لأن الإرهاب لأن الإرهاب وتطرف بكل أشكاله يمثل خطراً ومشتركاً على الجميع ولأن العراقيين خاضوا حربهم العادلة ضد الإرهاب بالنسبة للمنطقة والإنسانية جمعاء نعم ما زال الإرهاب يحاول أن يجد له موضع قدم ولكننا كل المحاولات البائسة بإرادة شعبنا المحب للسلام والرافض لكل أشكال التطرف والعنف وبجاهزية قوات المسلحة بكل صنوفها إن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئات التي تسمح بنمو هذه الجماعات وتلك المهمة تتجاوز العام العسكري إلى ثقافة الحوار والتسامح والتنمية والتنمية الاقتصادية والبشرية وكان لقاء سماحة المرجع الديني السيد علي السستاني المشهد له بالمواقف الإنسانية والوطنية الكبيرة مع سماحة الحبر الأعظم قداسة البابا فرانسس يمثل نقلة نوعية في أسس التسامح والأخوة الإنسانية كنت قبل أيام في مدينة سنجار عزيزة في محافظة نينوى للعمل على عادة متبقي من النازحين منها بعد أن قطعنا شواطاً كبيرة في عادة غالبية النازحين إلى مدنهم التي دمرها الإرهاب خلال احتلال تنظيم داعش لها ونسعى الآن لتفعيل المشاريع الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية في كل مدن عراق رغم كل التحديات التي ننظر ليها بمسؤولية الحاكم تحقيقاً لطلعات شعبنا ومطالبه المشروع بالإصلاح على كل الأصعدة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي من الضم العراق في العاشر من تشرين أول أكتوبر المقبل انتخابات نيابية مبكرة تحدد المسارات المقبلة وقد طلبنا من المجتمع الدولي نعم هذه الانتخابات من خلال فرق المراقبة وكانت الاستجابات إيجابية من المنظمات الأممية والإقليمية والدولية ومن الأمم التحدة التي نتقدم لها بالشكر والتقدير على هذه المواقف أن شعب العراق احتكمل المسار الديموقراطي لتحديد خياراته وأن هذا المسار يتطور عبر التجارب ويتم معالجة بعض النواقص فيه فلا عودة إلى الماضي ولا عودة إلى المسارات الغير الديموقراطية ولا عودة إلى العلاقات المتوترة والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء نعتقد أن هذه اللحظة التاريخية مناسبة للقول من ما يجمعنا كدول وشعوب منطقتنا من مشتركات أكبر بكثير مما يفرقها وأن اللغة النواية الحسنة وبناء الثقة وفتح بواب التعاون والشراكة هي الرافعات الأساسية للأمن والسلم لمنطقتنا وبالتالي الأمن والسلم الدولي أجد الشكر لكم جميعا لحضوركم هذا المؤتمر في بغداد السلام والعروبة والتاريخ والثقافة واشكر الجهود التي بدلتها الجمهور الفرنسية والرئيس الفرنسي الصديق ماكرون لحضور هذا المؤتمر والتنسيق له أتمنى أن يكون هاللقاء محطة جديدة على طريق تحقيقات تطلعات الشعب العراقي وشعوب منطقتنا والمضي معا إلى مستقبل اليق بتاريخنا ومشتركاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا